مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب ما زلنا نتابع المأساة التي حدثت من إسبوع في كل من تركيا وسوريا والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 38 ألف شخص والأعداد في تزايد كما أيضا أعداد المصابين تجاوزت المئات الألاف والذين تضرروا بسبب زلزال ملايين الأشخاص وده بيخلينا نهتم ونصلي من أجل كل المتألمين من أجل الحزانة ومن أجل المصابين ومن أجل أيضا الذين يبحثون عن مأوى ونتعاون كلنا معا لكي نحاول أن نرفع هذه المعاناة عن كاهل من يكتزون فيها بصورة عملية وبأنواع وطرق كثيرة اللي يقدر فينا يساعد، اللي يقدر فينا يساهم، اللي يقدر فينا أنه يمد يد العون كل القنوات المساعدة مفتوحة وموجودة ويريد كلنا نقدر نقف مع المتألمين لكن هذه المأساة بتطرح عدة أسئلة من ضمن الأسئلة التي تطرحها هذه المأساة هو سؤال ماذا يقول الكتاب المؤدس عن الزلازل؟ هل هناك في ذكر للزلازل؟ ومتى حدثت؟ وكيف حدثت؟ وارتبطت بإيه؟ كل هذه الأمور وأيضا سؤال آخر بيطرح نفسه هل الزلازل هي دينونة الله؟ وهل إذا كانت هي دينونة الله؟ هل إحنا نقدر نقول إن الله بيدين شعبه معين أو جنسه معين؟ وهل إذا كانت هي دينونة الله فهل يعني تركيا وسوريا هم أشر شعوب ما هو توجد شعوب أخرى كثيرة جدا في شرها وفي أثامها؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرح هذه الأيام كده حلقة اليوم هي بعنوان الزلازل ورسالة الله للعالم الساقط كل الأحداث التي تحدث من حولنا هي صوت إلهي وهي رسالة الله وعلى كل إنسان مفكر ويهتم بحياته ويهتم بأبديته أن يسأل سؤال ماذا إذا حدث هذا معي؟ إذا الزلزال ده حدث في المنطقة اللي أنا عايش فيها في البيت اللي أنا فيه الشقة اللي أنا فيها وقعت كويس؟ فإلى أين أنا ذاهب؟ هل أنا ضامن حياة الأبدية؟ هل أنا إنسان عرفت المسيح؟ أم أنا ضيعت كل الفرص التي أعطاني إياها الرب؟ الزلزال ورسالة الله إلى العالم الساقط زي ما قلت الإسبوع اللي فات الأحداث مؤلمة جدا ومئات بل آلاف البيوت والعماير وقعت مجمعات السكنية ونتيجتها أيضا كانت نتيجة ألاف القتلى ومئات الألاف من المصابين وملايين من المشردين كل هذه تعتبر مأساة إنسانية مأساة إنسانية بيكتاز فيها الشعب التركي وبيكتاز فيها أيضا الشعب السوري ونحن كقناة نصلي أن يرفع الرب هذه المأساة وأن يعطي للأحياء نعمة وقوة وأن يعين المصابين ويمنحهم شفاء لكن زي ما قلت النهاردة موضوعي هو الزلازل من منظور كتير معدس وده يعني موضوع دراسي شيق لأي حد حابب يدرس هذا الموضوع يلاقي فيه آيات كثيرة وذكر كثير للزلازل في الكتاب معدس لكن النهاردة حابب أخذه من هذا المنظور وأطرح السؤال الأخير أطرح السؤال الأخير اللي هيكون في آخر الحلقة وهو هل الزلازل هي دينونة الله وإذا كانت هكذا فما هو دوري أنا كشخص حي إلى هذا اليوم طيب ارتبطت الزلازل اللي يدرس فينا كتاب معدس يعرف أن الزلازل ارتبطت في الكتاب معدس بأحداث كثيرة ونبوات كثيرة يعني في أحداث رأينا فيها زلازل بتحصل وفي نبوات ارتبطت هذه النبوات تحققها أنه هيكون من ضمن الأمور التي تتحقق في هذه النبوات هي زلزلة عظيمة كويس الزلازل مسكورة في سفر الخروج ونبوات إشعياء وحسقيال ويؤيل وزكريا مسكورة في الأنجيل في حديث الرب يسوع الأخير على جبل الزيتون مع تلاميذه ولهذا الحديث المرتبط بمجيء الثاني وكذلك أيضا مسكورة يمكن خمس مرات في سفر الرؤية فكل هذه الأصفار ذكرت شيء عن الزلازل سواء كأحداث حصلت أو ارتبطت بأحداث تمت أو إنها مرتبطة بنبوات هتتحقق في المستقبل لكن نجد ذكر للزلازل في أصفار كثيرة الزلازل تعتبر قوة مدمرة هي قوة تدمير قوة تدمير آه هي ليها مظاهر ولها تفسير علمي وليها نتيجة علمية ودراسات علمية لكنها في حقيقية هي قوة تدمير زي البراكين زي الصنامي زي الفيضانات فيها قوة تدمير لكن الشيء الذي يجعل من الزلازل أمر صعب هي حاجتين إن قوة التدمير بتاعتها كبيرة جدا وإنها فيها عنصر المفاجأة الزلازل فيها عنصر دايما المفاجأة محدش يعرف إمتى الزلزال هيضرب المنطقة اللي أنا عايش فيها حتى العلماء لما بيقولوا بيقولوا افتراضيا يعني يمكن قرينا عن العالم الهولندي اللي قال إن المنطقة دي هتضرب بزلازل ومقدرش يحدد اليوم يمكن قال قريبا جدا لكنه ما حديتش اليوم ما قالش يوم 6 فبراير المناطق دي هتضرب بزلزال فلا يستطيع أحد أن يعرف اليوم والساعة اللي فيها هيتم زلزال وبهذا بتكون الزلازل مدمرة لإنه الإنسان غير مستعد لها آه في أماكن ممكن نقول في أماكن بتصاب بزلازل أكثر من غيرها فاللي عايشين فيها بدأوا يفكروا إزاي يتجنبوا المأساة الكبيرة اللي ممكن تحصل من الزلازل فبدأوا يفكروا إنه ممكن نبني بنايات تقدر أنها تقاوم الزلازل بنايات تقدر تتحرك دون أن تتدمر كويس وتقع على أصحابها فبدأوا يفكروا إنه إزاي يعملوا هذا في أماكن أخرى الناس عايشة وبتبني وبتبني عمرات وبتبني بغش كثير ولما بيحصل بتحصل المأساة الكبيرة زي ما حصلت فيه كل من تركيا وسوريا لكن فيها عنصر مفاجأة فيها عنصر مفاجأة يمكن الفيضان أو الأعصير النهاردة الأعصير النهاردة نقدر نعرف إمتى الإعصار هيدرب وهيدرب فين يعني مثلا في لوريدا من الولايات اللي دايما عارفين إنها بتضرب بأعصير لكن قبل الإعصار بإسبوع أو بإثنين بيبقى بيعلن عن وجود إعصار وبيعطى اسم وبيبقى عارف عارفين الإعصار ده هيغطي المنطقة ديا قوة الرياح بتاعة تعد إيه وقوة التدمير اللي فيه والناس ممكن تعمل أو إنها تترك بيوتها وتروح إلى مناطق فيها أمان لكن الزلزال غير كده الزلزال لا يمكن أبدا إنه حد يقول على الساعة واليوم اللي يحصل فيها وعشان كده بيعتبر قوة التدمير بتاعته أقوى زي ما قلتك عنصر بتتسم بعنصر المفاجأة وعنصر أيضا التدمير الكبير طيب لما نعرى الكتار معدس من أول سفر الخروج بنرى أن الزلازل ارتبطت بإعلان حضور الله الله عندما يعلن حضوره هو موجود في كل مكان لكن إذا أراد للإنسان أن يدرك حضوره دائما وغالبا يعني بيبقى مرتبط هذا الحضور بحدوث زلزلة هتقول لي جبت الكلام ده منين لأك بكل وضوح نقراه عند جبل الزيتون أسرع جبل سينة في جبل سينة لما الرب تراء لموسى ولما ادى له الشريعة يقول لنا كده هذا النص المهم في خروج 19 وكان جبل سينة كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا فكان صوت البوك يزداد اشتدادا جدا وموسى يتكلم والله يجيبه يبقى فيه هزة حصلت رجت هذا الجبل زي ما كان فيه دخان أيضا حصل وأعلن من خلال الدخان والهزة أعلن الله حضوره بصورة ملموسة للإنسان الله يريد أن يشد انتباه الإنسان إلى حضوره فالطريقة اللي ربنا استخدمها أنه جعل هناك أن الجبل يهتز والدخان الجبل يمتلئ من الدخان ودي كانت حاجة مرتبطة بإعلان الله عن حضوره إعلان الله عن حضوره نقرأ أيضا في مزمور 68 لو بيكلمنا عن نفس الحدث يقول اللهم عند خروجك أمام شعبك عند صعودك في القفر الأرض رتعدت السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله سيناء نفسه من وجه الله سيناء نفسه من وجه الله إله إسرائيل يبقى فيه حصل نوع من الارتعاد الإكشعيرة حصلت كمان الله أعلن حضوره وسط الكنيسة الأولى الله أعلن حضوره أيام موسى وأعلن حضوره وسط الكنيسة الأولى لما نقرأ عن الكنيسة التي كانت تصلي واللي كانت تواجه التهديد والتي كانت أيضا تواجه المقاومة من رؤساء اليهود يقول ولما صلوا تلاميذ كانوا يصلون ولما صلوا تزعز على المكان الله أعلن حضوره وأعلن استماعه لصلوات المؤمنين بأنه جعل الأرض تتحرك تزعز على المكان وده مش تعبير مجازي ده تعبير حقيقي فعليا تزعز على المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح الكدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة فأعلن حضوره وأعلن استجابته لصلوات التلاميذ بأنه حصل نوع من المظاهر الفوق طبيعية اللي أكدت للتلاميذ حضور الله وأعلن حضوره في وسطهم كمان لما كان بوليس وسيلة في السجن ونقرأ في سفر الأعمال أصحاح 16 لما كان بوليس وسيلة بيصلي في السجن ونحو نصف الليل كان بوليس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهم فحدثت بغدة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن وأنا بكلم هنا يمكن أن أقول لي بس دي حاجات أقول لي لا آه حاجات أقول لي لا يمكن ارتبطت بمكان معين بحدث معين لكن الله كقادر على كل شيء هو الذي وحده يستطيع أن يفعل هذه الأمور الفوق طبيعية الذي بها يتحكم في الطبيعة فحدث بغدة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن فانفتحت الأبواب الأبواب اللي هي مربوطة بحديد الأبواب اللي محتوط فيها سلاسل حديدية من كتر الزلزلة هذه الأبواب انفتحت وانفك قيود الجميع لأن القيود اللي كانوا محتوطة غالبا في القديم لما كانوا يحطوا شخص مسجون في السجون الداخلية مش بس بيكتفوا ان يحطوا الحديد في إيده لكن الحديد اللي محتوط في إيده كان بيتربط في الحجارة بتاعت السجن وكأنه لما حصلت الزلزلة هذه القيود اتفكت من الحجارة اللي موجودة فيها وانفكت قيودهم الله أعلن حضوره الله أعلن قربه من بوليس ومن سيلة في وقت الشدة وفي وقت الاتهاد الصعب اللي كانوا بيكتازوا فيه فالزلزال ارتبط بإعلان حضور الله حاجة تانية ماذا حدث عندما صلب الرب يسوع وأسلم الروح في اللحظة التي فيها أسلم الروح كويس حصل أمر عجيب ينول عنه الكتاب وإزحجاب الحيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل والأرض تزلزلت والسخور تشققت تشققت فالسخور اتشقت نصين بسبب أنه حصلت زلزلة عظيمة والحد النهاردة إذا رحت إلى قبر المسيح اللي هو خارج أورشاليم اللي هو يعتبر فيه بستان وعنده جثة يماني تجد أنه هناك علامة لشرخ كبير في الصخرة الكبيرة أنه حصلت زلزلة السخور تشققت وهذه كانت زلزلة كبيرة هذه الزلزلة كانت تعلن حضور الله في الموقف كانت تعلن سلطان الله على كل الأحداث كانت أيضا تعلن غضب الله غضب الله على شر الإنسان وعلى إثمه دي نقطة مهمة الزلازل في الكتائر مؤدس ارتبطت بإعلان حضور الله كويس الحاجة الثانية اللي ارتبطت بها الزلازل في الكتائر المؤدس أنها ارتبطت بإعلان غضب ودينونة الله العدلة ارتبطت بإعلان غضب ودينونة الله العدلة وبالأخص في التعبير المعروف يوم الرب ويوم الرب في الكتاب المؤدي سوشير إلى أنه كما أنه يوم دينونة على الخطاه هو يوم أيضا خلاص للأبرار ونقرأ عن يوم الرب في العهد القديم ونقرأ أيضا عنه في العهد الجديد لكن اللي همني هنا يقول لنا كده في إشعياء 13 لما اتكلم عن دينونة الله هو ذا يوم الرب قادم قاسيا بسخت وحمو غضب ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها المشكلة الكبيرة عند البعض النهاردة أنه هو فكره عن الله فكر قاسر بمعنى إيه؟ بمعنى أنه الله فيري كيوت الرب فيري كيوت شخص جميل محب رحيم بس بس هو لا يعرف عن الرب إلا أنه رحيم ومحب وغفور شخص كيوت كده يعني ما يتسببش في دينونة أحد وعقاب أحد للدرجة أنه البعض من الإخوة يعني بيرفضوا حتى فكرة جهنم وفكرة العذاب الأبدي وفكرة دينونة الله الأبدية على الإنسان لأن الله بالنسبة لهم كيوت ولأن الله بالنسبة لهم هو الشخص الكيوت فصعب جدا أنه يفهم أنه ممكن الله يدين أنه ممكن الله يرسل دينونة بصورة أو بأخرى ودينونة الله في الكتال المؤدس لها مظاهر كثيرة وصور كثيرة قد يدين الله بالموت قد يدين الله كثدو معمورة بنار وكبريت قد يدين الله أيضا الأرض بالطفان كما حدث أيام نوح قد يدين الله شعب ما بأن يقوم عليه شعب آخر فيحقق فيه الدينونة الإلهية بسبب خطياء وأثامه وشروره دي كلها مظاهر للدينونة لأن الكتال المؤدس بيعلمنا أن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وعلى إثمهم هذا الغضب قد يكون بصورة شخصية وقد يكون بصورة جماعية هنا أشياء يتحدث عن يوم الرب الذي هو يوم غضب وإعلان دينونة دينونة الله على الخطاة الذين رفضوا كل فرص التوبة وارجوع للرب دينونة الله التي هي عادلة فكما أن الله محب هو أيضا ديان عادل والله لا يمكن أن يترك الخطية دون عقاب والملجأ الوحيد للإنسان الخاطئ هو شخص يسوع المسيح الذي حمل خطيانا على صريب عش كده يقول عن يوم الرب فإن النجوم السماوات وجاب بيرتها لا تبرز نورها تظلم الشمس عند طلوعها والكمر لا يلمع بضوئه وأعاقب المسكون على شرها والمنافقين على إثمهم وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاه لذلك أزلزل السماوات وتتزعز على الأرض من مكانها في صخط رب الجنود وفي يوم محمو وغضبه لكن لا النص ده صعب قوي مش ممكن يكون ربنا هو اللي بيتكلم هنا بهذه الصورة لأنه أحبائي إن لم نرى الله العادل لا يمكننا أن نفهم الصليب وإن لم نرى الله الذي يدين الخطية يبقى فهمنا عن موت المسيح فهم ناقص فالمسيح أدان الخطية عندما حمل هو خطيانا على الخشبة ولا يوجد مفر أو خلاص لأي واحد منا نحن الخطى إلا في شخص يسوع المسيح لأننا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا الله عنده يوم هيدين بشر الإنسان قد يتأنى قد يتأنى وعندما يتأنى هو يعطي لي وليك وليك فرصة للتوبة لكن زي ما يقول الكتاب مخيف هو الوقوع بين يدي الرب ده أشعياء اللي بتكلم عن يوم الرب ده الرب الذي يتكلم من خلال أشعياء عن يوم فيه دينونة هذا اليوم واحدة من مظاهر الدينونة هي أن الأرض تتزعزع من مكانها يحصل يحصل نوع من الهزة الأرضية اللي فيها تتحرك الأرض من مكانها وعندما تتحرك الأرض من مكانها كل اللي عليها يسقط كل اللي عليها يسقط جزء آخر بنقرأ في أشعياء تسع عشرين من قبل رب الجنود تفتقد برعد وزلزلة وصوت عظيم بذوبعة وعاصف ولهيب نار أكلها وكأن وكأن الرب بيقول أن كل المظاهر اللي أنت بتشوفها اللي هي بنعلنها احنا نقولي دي غضب الطبيعة كل مظاهر غضب الطبيعة الله بيستخدمها لكي ما يدين بها الأشرار ده مش كلامي ولا تأليفي ده كلامك تام معدس وإنت عندك الحق أنك تقبله أو ترفضه شكده في يؤيل ثلاثة يقولينا عن يوم الرب لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء الشمس والقمر يزلمان والنجوم تحجز لمعانيها والرب من سهيوني وزمجر ومن أرشالين يعطي صوته فترجف السماء والأرض يحصل نوع من الحزة الرعشة للسماء والأرض في يوم الدينونة لكن الحاجة الثالثة المهمة أن الزلازل ارتبطت بأحداث آخر زمان ارتبطت بمجيء الرب يسوع للدينونة ودي مذكورة في الكتاب مقدس بوضوح ومذكورة أكتر في صفر الرؤية في عبرانين أصحاح 12 يقول لنا هذه الكلمات في عدد 25 إلى عدد 29 انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض فبالأولى جدا لا ننجوا نحن المرتدين عن الذي من السماء الذي صوته زعز على الأرض صوت مين اللي زعز على الأرض صوت الرب ممكن تكون بصورة مجازية ممكن تكون بصورة حرفية زي ما عندما أتى الرب والجبل سينة اهتز حصلت زلزلة يقول حينئذ وأما الآن فقد وعد قائلا أني مرة أيضا أزلزل للأرض فقط بل السماء أيضا يعني يعني إن كان ربنا زمان أنا بتكلم كثيرا عورين قد تحدث إلى الشعوب وإنه كان صوته يحد الزلزلة فهيجي وقت هيجي وقت وهو قريب مش بس الأرض هي لها تتزلزل ده الأرض والسماء الاتنين يقول كده فقوله مرة أيضا يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي طبق التي لا تتزعزع لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى لأن إلهنا نار آكلة يعني نار آكلة يعني الله يدين وعندما يدين لا توجد رحمة في ديننتم وما الإله المحبة اللي أنتو بتتكلموا عنه آه إله المحبة الله محبة ولأن الله محبة فقد أعطانا يسوع المسيح وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله إن الله بيّن محباته لنا وإذ ونحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا لأنه وكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وما هي إيه هي الدينونة الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم والعالم أحب الظلمة أكثر من النور الدينونة هي أن المسيح جاء إلى عالمنا ومات من أجلنا على عود الصليب وما زال الإنسان يرفض الإيمان بعمل يسوع وخلاص المسيح فكل من له الإبن له الحياة طيب والذي ليس له الإبن اللي رافضه أن يقبل خلاص المسيح هيجي وقت وهيودان هيجي وقت وهيودان لأن أجرة الخطيئة موت عشان كده لما نروح إلى سفر الرؤية بنجد أنه الزلازل ارتبطت في سفر الرؤية بمجيء المسيح وبضربات معينة الرب هيضرب بيها الأرض لما نقرأ كده في سفر الرؤية في أصحاح ستة ونظرت لما فتح الختم السادس وإز زلزلة عظيمة حدست والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والكمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة ديء التين سقاتها إذا هزتها ريح عظيمة يبقى أنا مش أدخل في تفاصيل كثيرة مرتبطة بسفر الرؤية لأن ده موضوع وتفاصيله كثيرة جدا والضيقة وما قبل الضيقة والأفكار المختلفة والمدارس التفسيرية المختلفة المرتبطة لكن اللي يهمني هنا الحدث نفسه أنه لما فتح الختم السادس الزلزلة عظيمة حدست وهذه الزلزلة هي إعلان دينونة الله إعلان دينونة الرب يقول أيضا في رؤية 11 وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة فسقط عشر المدينة مدينة بابل لكن هنا في رؤية 16 لأنه في زلزلة يحصل لم يحدث مثله في كل التاريخ البشري يقول كده فحدثت أصوات ورعود وبروك وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض يعني يعني كل اللي إحنا شايفينه ده لا يقاس بما سيحدث في المستقبل كل اللي حاصل يعني يعني مثلا في زلازل وصلت بمقياس تسعة ونص زي زلزالة تشيلي مثلا أو ألاسكا حاجة وستين ده وصل درجة ريختر فيه إلى تسعة تسعة وشوية هنا بيقول لي لا 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 ما تفكرش في هذا المنظور لأن الزلزالة اللي هيحصل في آخر الزمان لم يحدث مثله منذ صار الإنسان على الأرض زلزلة بمقدارها عظيمة جدا هكذا ورب يسوع تكلم أنه هتسمعوا عن حروب وعن زلازل وهذه ليست المنتهى بعد هذه ليست المنتهى بعد طيب أجي إلى إلى سؤال مهم هل الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وجزء من سوريا يعتبر دينونة إلهية أنا حابب أسمع أرأكم يعني لو حضرتكم يعني عندكم فكر في هذا الموضوع حابب أسمع أرأكم هل تركيا هل هذا الزلزال هو دينونة إلهية لأنه هناك البعض بيقول أيها دينونة إلهية وبيقول أنه ده زنب الأرمن المجزرة اللي عملها الأتراك سنة تسعمية وخمستاشر وستاشر واللي فيها الأتراك دبحوا وحرقوا أكتر من مليون ومئتين ألف أرمنلي وأخذوا النساء والأطفال وأكبروهم على الإسلام وإلا القتل فالله لا يترك الخطية دون عقاب ولأن الأجيال اللي فاتت لم تتب عن هذه الخطية فأتت دينونة الله بصورة أو أخرى ده ده البعض بيقول كده هل هذا الكلام صح أو لا أنا لست نبي ولا ابن نبي لكي ما أجزم بهذا الأمر ما عنديش إعلان إلهي مباشر بيقول لي هذا الكلام لكن قد يكون هذا الكلام صحيح وقد يكون هذا الكلام غلط لكن النقطة اللي أنا حاب أتكلم عنها النهاردة عشان نجاوب على السؤال اللي زي كده وأنا ليس هنا لست هنا موجود لكي ما أصدر أحكاما ودينونة على أحد فالله وحده يعرف القلوب ويعرف الخطايا التي اعترف بها الإنسان ويعرف الخطايا التي لم يعترف بها الإنسان ولأنه هو وحده فاحص القلوب ومختبر الكلة هو وحده الذي عندما يصدر حكما يكون حكم عادلا أما أنا فما أقدرش فأنا لست في موقف صدور الحكم على أحد وعش كده أول إجابة بتجيلي ليس لنا أن نحكم ليس لنا أن نحكم لأنه أنا مش الله قد أكون قارئ للتاريخ جيد وقد أكون قارئ للكتاب المؤدس وفاهم أنه يا ما يا ما شعوب ارتكبت خطايا لكن الله لم يتركهم بدون عقاب لأنهم لم يتوبوا ده قاعدة موجودة في كتاب أقدس لكن هل لي أن أحكم على شعب ما لا لست أنا نبي ليس لأنا أن أحكم فلنترك الحكم لمن له الحكم فلنترك الحكم لمن له الحكم والبعض الآخر جهلا بكلمة الله يقول لك الرب يسوع قال إنه لا يترك حجر على حجر إلا ويهدم ونقول لهذا الشخص اللي بيقول الكلام ده دي نبوة ارتبطت بخراب أرشالين ده ربي بيكلم عن هيكل أرشالين مش بيكلم عن تركيا وسوريا ولا بيكلم عن تشيلي وألاسكا الرب في النص ده إنه لا يترك حجر على حجر إلا ويهدم ارتبط هذا النص بمكان معين فقط وهو هيكل أرشالين وده تم فعليا حرفيا سنة سبعين ميلادية عندما دخل تيتوس القائد روماني وحرك المدينة كلها ولم يكن هناك حجر على حجر إلا ونقد إلا ونقد فليس لأن نحكم لأن بمنظرنا البشر نحن لا نملك كل المعرفة ولا نعرف ما في القلوب ولا نستطيع أن نصدر أحكاما عادلة فقلوبنا مع المتألمين لكن في نفس الوقت في نفس الوقت لازم نعتبر أنه ما يحدث في العالم من أحداث هذه الأيام هو صوت الله الذي يدوي الله ينادي على الإنسان أن يتوب الله يريد أن يلفت انتباه الإنسان إلى أبديته إلى آخرته وعش كده يمكن الكلمة اللي استخدمها سي اس ليوس قبل كده أنه الألام التي يكتاز فيها الإنسان سواء كان هذا الإنسان شخص أو شعب أو وريفر الألام التي يكتاز فيها الإنسان هي المكبر الصوت اللي ربنا بيستخدمه لكي ما يوقظ الإنسان من نومه قد يكون هذه هي الحقيقة أنه الإنسان يتواضع يتواضع الألم بيجعلنا متواضعين الألم بيكسر كبرياءنا الألم بيكسر اعتمادنا على أنفسنا وتركينا للرب الألم بيقربنا لله الألم بيخلينا حساسين للآخرين وألمهم عش كده إن كنا لا نستطيع أن نصدر أحكاما لكن من المؤكد وأنا لا أشك أبدا في هذا أن الله يعلي صوته ويدعو الإنسان الخاطئ والمتكبر إلى التوبة والاتضاع يدعو الإنسان إلى التوبة والاتضاع ودي دعوت الله لما نشوف المقاسي اللي بيكتاز فيها العالم النهاردة من غلاء من زلازل من براكين من حروب وطبول الحروب التي تدق من حوالينا لازم نعرف إن إحنا بعيد عن الله لا نسوي شيء من سنتين اتضربنا ب كوفيد 19 بالفيروس وقلنا يمكن دي فرصة ربنا أيضا بيقول فيها الإنسان إن انت في لحظة ممكن تموت وفعلا كل النظام الصحي العلامي فشل فشلا زريعا بل سقط وملايين من الناس ماتت وإن كان رب أحيانا إلى هذا اليوم فده من نعمته مش لأننا أفضل من الآخرين لكن الله يدعو الإنسان الله بيستخدم هذه المأساة التي يكتاز فيها الإنسان لكي ما ينادي على الإنسان لكي ما يعود إليه تائبا ومتدعا ومعترفا بضعفه طيب في نص سبق مهم جدا ويمكن النص المهم ده هو اللي يلخص لنا العبارة اللي أنا قلتها دي ليس لنا أن نحكم ليس لنا أن نحكم النص ده موجود في إنجيل لؤى وفي أصحاح 13 من إنجيل لؤى ومن الأعداد 1 إلى 5 يقول وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم كان مجموعة من الناس موجودة وبتخبر رب يسوع بأمور وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بلاتوس دمهم بذبائحهم مجموعة من منطقة الجليل كويس من شمال إسرائيل كانت بتقدم زبائح للرب لكن بلاتوس القائد الروماني أمر بأتلهم فاختلطت دماءهم بدماء زبائحهم فربي يسوع لما هو بيسمع اللي بيقولوه هؤلاء فقال لهم أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاط أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا طبعا الفكر اليهودي أنه لا دول يستهلوا دول يستهلوا الموت لأنهم خطاء كويس فإذا أصابك مرض إذا أصابك بلوة إذا أصابك مصيبة فأنت أكيد 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 خاطئ والرب بيعقبك فالرب هنا بيقولهم هذا السؤال هل أنتم بتفكروا أنه هؤلاء الجليليين اللي أتلهم بلاتوس واللي خلط دمهم بزبائحهم هم أكثر شرا من باقي الجليليين يعني وكأنه الرب هنا يقول لهم هل بتعتقد هل بتعتقد أن الذين أصابهم الزلزال في تركيا أو في سوريا أكثر شرا أكثر شرا من باقي البلاد اللي حواليهم هل تركيا أكثر شرا من السعودية هل سوريا أكثر شرا من ليبيا وده على طول ده ده بيوردينا قصر فكر الإنسان وعجزه فالرب يسوع قال لهم كلا لا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون أو تهلكون يعني يا رب يسوع يعني أنت شفت الحدث دوا أنت مش من حقك تصدر أحكام إذا كان الجليليين اللي ماتوا أكثر شرا من الجليليين الأحداث أو الأحياء ما عندكش هذا السلطان فلا تستطيع أن تصدر أحكاما وتقول أن الجليليين لدينا ماتوا وقتلهم بلاتوس هم أكثر شرا من الجليليين اللي مازالوا أحداث أو أحياء لكن الحقيقة المهمة جدا أنه بدون التوبة بدون التوبة سيهلك الكل بدون التوبة والرجوع للرب سيهلك الكل عاش كده بل إن لم تتوبوا يعني الرب أوجتكم وأحياكم وأعطاكم حياة واختلفت حياتكم عن هؤلاء الذين قتلهم بلاتوس مش لأنكم كويسين لا لأن الله أدكم فرصة للتوبة فأنتو إن لم تتوبوا إن لم تتوبوا فجميعكم تهلكون وكان الرب يسوع بيقول الإنقاذ الوحيد للإنسان هو التوبة هو التوبة عاش كده دعوت الله للإنسان باستمرار ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فارحمه التوبة التوبة لا تعني مجرد كلمة أنا آسف التوبة فيها جزء اسم الندم أو التأسف لكنها ليست بكاملها ندم أو تأسف لكن هذا الندم يقود الإنسان إلى تغيير المصار فكلمة التوبة يعني تغيير إنه يعود يرجع كلمة العبري يعني العودة والرجوع يعني أنا ماشي غلط لازم أصحح مصاري وأمشي صح يعني أنا بغش لازم أغير مصاري وأبقى أمين يعني أنا بخون لازم أغير مصاري وأبقى صادق ده 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 معنى التوبة التوبة لا تعني أبدا أن أقول ربنا أنا آسف وأكمل في الغلط اللي أنا ماشي فيه وعش كده لما يقول هنا التوبة التوبة الحقيقية تعني التغيير تغيير القلب وتغيير الفكر وتغيير السلوك دون أن يتحقق هذا الثلاثي فليست هذه توبة ليست هذه توبة وأنا بكلم هنا مش بس البعيدين عن الرب يسوع لكن كمان المسيحيين اسما اللي هم تولدوا في بيوت مسيحية وكل يمكن اللي بيعمله يروح ويعترب بخطيته الاعتراب بالخطية الذي لا ينتج عنه توبة حقيقية ينتج عنها تغيير في القلب وتغيير في الفكر وتغيير في السلوك أنت بتضحك على نفسك أنت مش بتضحك على ربنا أنت بتضحك على نفسك أنت بتضحك على نفسك عش كده ما يحدث الآن في عالمنا يدعونا للتوبة يدعونا للرجوع للرب يدعونا أن احنا نترك شرورنا وأثامنا وخطيانا يدعونا أن نقبل خلاص يسوع المسيح يدعونا أن نصير مؤمنين ولاد الله أبناء الله دي التوبة كمان حادث آخر في نفس السياق يبقى الكلام الأول كان على الجليليين ويس اللي بلاتوس دبعهم واختلط الدماءهم بدماء الزباعة المجموعة الثانية يقول أولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم يعني كانوا فيه 18 واحد موجودين في برج في سلوام والبرج ده رح وقع عليهم موتهم ما عندنا ما نعرفش السبب اللي خلى البرج يقع قد يكون زلزال قد يكون المئة والحرامي فبنى البرج بغش فاهتز وقع ما نعرفش كويس فالرب يسوع بيقولهم تفتكروا انه الناس اللي وقع عليهم البرج دول وماتوا الناس اللي وقعت عليهم العمارة في تركيا وماتوا الناس اللي وقعت عليهم المباني في سوريا وماتوا هل تظنون هل تظنون ان هؤلاء كانوا مزنبين اكثر من جميع الناس الساكنين في ارشالين بما انهم اصابتهم هذه المصيبة خلينا اقولها بتريه اخر هل تعتقد السكان تركيا اللي عايشين في الجنوب اللي تصاب بالزلزال اكثر هم اكثر شرا من الاتراك اللي قاعدين في اسطنبول في الشمال الغربي ولا هل تعتقد انه السوريين اللي تصابوا وقعت عليهم البيوت اكثر شرا من الساكنين ساكنين في دمشق التي لم تصاب بزلزال او في المخيمات هل تعتقدوا لا كلام الرب هنا واضح جدا بيقول لي انت ما تقدرش تصدر الاحكام لانك لست تعلم كل الامور كميس لكن الرب بيقول تستطيع فقط ان تتعلم لحياتك وتنجو لحياتك عندما ترى هذه الاحداس كلا اقول لكم بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يبقى مرتين الرب يسوع بيأكد الحقيقة دي بيأكد حقيقة انه ما تصدرش الاحكام ولا ولا تعتقد ان هؤلاء الذين ماتوا في كارثة ما هم اكثر شرا من الاحياء لكن الصوت الالهي الذي يدعوني ويدعوك هو ان تتوب ان تتوب وده دي رسالة الرب لنا رسالة الرب لنا احبائي ما اسهل ان نصدر احكاما على الاخرين ما اسهل فنحن بطبيعتنا كشعوب عربية بنحب نصدر الاحكام الاتراكس الوحشين متكبرين شعب قاسي تم انا متكبر وانا وحش وانت كده وانت كده فعلى طول نصدر الاحكام اصل دول وحشين دول يستهل ماشي قد يكون عندنا اسبابنا قد يكون عندنا اسباب وقد يكون عندنا تفسيرتنا يعني الرأي اللي بيقول انه ده بسبب دينونة الله بسبب سفك دماء الارمن الابرياء اللي قتلهم الاتراك ماشي قد يكون هذا لكنه في نفس الوقت قد لا يكون لانا ما عنديش كل المعلومات انا عارف انه ربنا لن يترك الخطية دون عقاب وعشان كده رب قال انه حتى في في سفر الخروج انه سفر الخروج لما يقول كده للشعب في اصحاح 20 خليني اقرأ الجزء ده كان مش محتوط على الـ لكن الجزء ده خليني اقرأ لانه مهم هيجاوب على بعض الاشياء يقول كده في اصحاح 20 يقول لاني انا الرب الهك في اصحاح 20 وفي عدد 4 لاني انا الرب الهك اله غيور افتقد زنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية يقول لك شوف بقى ربنا فين بقى الرب الغفور ده طب ازاي ربنا يحمل الابناء اعقاب الاباء ليه ربنا يسمح انه الابناء للجيل الثالث والرابع يحملوا اثم الاباء حضرتك سبت كلمة في النص ما قارتهاش الكلمة هي التفسير هي الاجابة في مبغضية يعني 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 زي الجيل الاولان عصى كلامي وعبد الاوثان والجيل التاني ابغضني وعصى كلامي وعبد الاوثان والجيل التالت عمل نفس الامر والجيل الارابع عمل نفس الامر ده أنا تركتكم اربع اجيال دون عقاب حتى ان يأتي جيل يتوب ويعود لرب لكنه لم يفعل فاستمرت بغضة الله من الجيل الاول للجيل التاني للجيل التالت للجيل الرابع عشان كده الرب يقول اني افتقد زنوب الاباء في الابناء حتى الجيل الرابع يعني لو جي جيل وتاب عن الخطيئة ورجع للرب الرب بيرفع الدينونة الرب بيرفع الدينونة احبائي احنا عندنا طريق اعاد الرب كلنا فرحنا لما التطعيم ضد فيروس كورونا خرج كلنا حسينا بسلام انه ممكن 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 نصاب لكن ننجو ممكن ناخد الفيروس لكن يكون عندنا نجاة وكلنا كشعوب جرينا علشان ناخد الفاكسين او التطعيم وده بالزبط اللي عمله يسوع المسيح كلنا خطاة كلنا كشعوب مصابين بداء الخطيئة ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الرب المصري والتركي والسوري والسعودي واللبناني والليبي والمغربي والجزائري والغربي والأوروبي والاسترالي الجميع زاغوا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الجميع اصابهم فيروس الخطيئة الكنسر السرطان اللي بيأكل فينا وبيأكل قلوبنا اللي بسبب هذا الكنسر الجوانا بنصنع الخطايا والأثام والشرور لكن الرب في محبته اعد لنا الطريق للخلاص في يسوع المسيح اعد لنا الطريق للخلاص في يسوع المسيح وعشان كده كل من يقبل يسوع يخلص كل من يقبل يسوع ولو مات فسيحيا عشان كده يسوع هو الطريق والحق والحياة عشان كده بندعو الجميع للتوبة وللرجوع للرب ولقبول خلاص يسوع المسيح الذي صنعوا لأجلنا على عود الصليب لأن من آمن بالمسيح يحيئ الرب بيدعوك يمكن انت بتسمعني والرب دعاك واستجابت وامين الرب خلصك لكن يمكن بتسمع ولسه ما فتحتش قلبك افتح قلبك للرب واجعله يعطيك حياة بالإيمان بالمسيح حياة أبدية وإلى نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم